اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترداد ياز الجلال والإكرام اللهم أعن فيه على الصيام والقيام اللهم اجعلنا ممن يصوم إيمانا واحتساة اللهم سلمنا لرمضان قرار من الحكومة اقتطاع رواتب الوزراء لدعم العمالة غير المنتظمة لا ينطبق على الموظفين أكد مجلس الوزراء أن اقتطاع 20% من رواتب رئيس الوزراء والوزراء لمدة ثلاثة أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة لا ينطبق على موظفي الحكومة وكان رئيس مجلس الوزراء كد يستغل اجتماع الحكومة الإسبوعي بتوجيه خالص الشكر والتجدير للقائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وضباط وأفراد قوات المسلحة على التجهيزات والاستعدادات التي تم استعراضها أمس بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك في إطار الوقوف جنبا إلى جنب للقطاع المدني في التصدي لفيروس كورونا المستدد ومسندته من خلال تسخير كافة الإمكانات المتاحة لديه في سبيل ذلك كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي في السياق حديثه عن أزمة فيروس كورونا أن ما تم تنفيذه من خطوات وما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات تتعلق بالإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة الماضية هو ما أعطى القدرة للدولة المصرية على تحمل تداعية وتباعات هذه الأزمة العالمية الكبرى أتمنى ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان نوصل لكل الأخبار الجديدة يوميا أخبار اليوم على مدار الساعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته